السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي متابعي قناة سمارت في انجليش في كل مكان واي زمان في مصر وخارجة في الخليج بجميع دوله في الشام في المغرب العربي في جميع الدول العربية والأوروبية ايضا بحييكم تحية كبيرة جدا بتمنى لكم القبول والسداد والتوفيق في اختبار التوفيق وكل عام وحراركم بغير بتمنى لكم التوفيق النهاردة معنا فيديو في غاية من الروع الفيديو ده جميل جدا في جزء خاص باختبارات التوفيق في الجزء الخاص بالريتن اكسبريشن في جزء الجرامر تحديدا في التوفيق هذا التوفيق المحاير ناس كتير جدا وتعلم ناس من المرة الاولى والتانية تعلم معلمك ازاي تتعامل مع هذا الاختبار وازاي تتعامل مع تفاصيل تحديدا في مجموعة جمل في غاية من الروعة داخل هذا الفيديو في طريقة في التعامل مع جمل هتتعلم حاجات كتيرا جدا وهتستفيد في مسيرة تدريباتك وتجهيزك لاختبار التويفل فيلا بنا ما دنسلاش قبل ما نروح الفاصل في دعمك لينا باللايك والشير ونشوفكو بعد الفاصل اهلا بكم يا شباب انا انور ودي قناة سمارت انجليش الاول مرة يشوفنا ياريت يشترك معنا في القناة ويفعل زر الجرس على اشعارات الكل حتى يتمكن من متابعة كل جديد وحصري على قناة سمارت انجليش طبعا في البداية بس كده نبزة سريعة طفل امدست من اصعب اختبارات الطفل اللي بتواجه الشباب كتير جدا في الخريق وفي مصر وبيعانوا كتير جدا للي بيتطلب منهم سكور وللأسف الشديد هذه الاختبارات بتكون لها معيير معينة وبتكون بدرجة صعوبة معينة فبيطلب منك سكور معين بلاء كتير من الناس بيعانوا عندهم صعوبات شوية في الحصول على هذا السكور تابعنا بالتفاصيل انا مركز اليومين دول على اختبارات الطفل امدست وبنيدي الكورسات انلاين للناس التي لم توفق وللناس اللي داخل الاختبار وحابة تجهز نفسها بشكل مؤكد وبتفاصيل كبيرة للكورسات اللي بنقدمها للشباب تقدر تتواصل معنا على رقم الواتساب اللي موجود على اعلى الشاشة الان ويلا بينا نشوف تفاصيل هذا الفيديو هنا بيقول فولو الصوية بيحتوى على تركيزات عليها جدا من هذه العناصر الفوتو استريجينز دي عناصر في النباتات والاستريجين مثل الجزيئات التي تشتق من بعض النباتات ده معنى الكلمة طيب وانا بتعامل في الاختبار على طول كده وبسرعة على طول الفيرب والفعل هنا جمع مظبوط اه خلي بالك بعمل الجاية دي ريتش يعني ايه غني اه تركيزات غنية طب ازايت حضرك بتتكلم على كونسنتريشنز فيها جمع يعني تركيزات وحطت قدامها اداة النكرة اه التي تشير الى اسم مفرد وبنانا عليه تكون الخطأ في هذه الجملة هي كلمة كونسنتريشنز اللي هي المفروض كلمة مفردة تمام ماينفعش عطها جمع في هذا المكان لان سبقها اداة النكرة اه التي تشير الى اسم مفرد بالمناسبة يا شباب هذي الجمل انا جايبها من الموقع الرسمي الاي اس تي اللي هو الموقع امدست اللي دايبا بيدي لك نمازج معينة ارشادية نمازجها بتيجي شكلها في الاختبار فالنموذج ده او هذا الفيديو تحديدا جاي من نفس الموقع الرسمي لتوفل امدست زي الاختبارات اللي بيجي لك ونشوف مع بعض النامبر 2 وركز معانا كويس جدا بيقول في نمبر 2 تمام جميل جدا بيقول تلك القناة اللي هي قناة ويلاند الاصلية لما فتتحت في سنة 1929 لم تكن عميقة بشكل كافي ولا واسعة بشكل كافي من اجل مرور السفن الحديثة ده معنى الكلام طيب تعالي شوف فين الاجابة الصحيحة وليه جميل جدا واحد يقولي الفرب اوبن ده اقوله لا اسف غلط الفرب بتاعه هو واس تمام ده معناها كانت تمام يعني لا بتكن عميقة بشكل كافي ولا واسعة لمرور السفن طيب واحد يقولي امال ايه الجزء ده الجزء ده يا شباب طبعا لازم تركز كويس جدا انه جاي ما بين اتنين كومة زي ما حالكوا شايفين على الشاشة كده هنا هنا كومة وايضا هنا كومة والجزء ده قلنا عليه اببوزوتوف تمام وبناء عليه على طول كده لازم تبع عارف ايه مواصفات الاببوزوتف في供رامر القوفل تمام اا الاببوزيتف يقولنا قبل كده في فيديوهات سابقة يا شباب وركز معاها جدا الكلام الجاده المهم اللي يحتوي هذا الاببوزوتوف اللي هو الفاعل المكرر اللي بيكرر الفاعل او العطف على الفاعل اللي يحتوي على رابطة تمام ولا يحتوي على فعل طيب احنا الاتنين عندنا موجود للوقت الرابطة ويتش هي اللي تخليني اقول ان هذه الجملة خطأ طيب ليه الرابطة ويتش لان احنا قلنا من شورية الابوسوف اللي يحتوي على رابطة واحد يقول طيب ما هي تحتوي على فعل هو تصرف تالت الفعل وهي صفة وليس فعل الفعل الرئيسي لهذه الجملة الاساسية هو كلمة واز اللي بتيجي مع الفعل الفاعل the original will land canel واز تمام اما neither جاي معا نور فدي بيرد ايضا نازم تنتبه لهذه الاشياء الرابط زات الشقين بيرد كونجكشن يعني رابطة زات الشقين زي neither nor we either or both and we not only but also اذا جاء شق ابحث عن الشق التاني والعكس صحية تمام انتبه جيدا الكلام مهم لذلك الاجابة الصحيحة هي الخيار رقم اي لازم يستبدل بفقط opened in 1829 ونشوف number 3 في غاية من الرواع الجملة فيها تريكة جميلة كده تابعني عشان تتعلم هذي التريكات وايضا التكات الموجودة داخل الجمل والاستراتيجيات في الحل طيب بيقول number 3 ومعنى الكلام هنا يا شباب التشحيم أو عملية الشحم يعني وضع الشحم بيقلل من دخول الأوساخ والرطوبة والأشياء أو المواد الغريبة عن جسم بين الأسطح المنزلقة طبعا ده بيكلم عن ديناميكية حركة داخل السيارات وغيرها من الميكانيكيات يعني تمام وايضا كمان آآ بيمنع التآكل بين آآ هذه الأسطح وايجعلها منفصل عن بعضها يعني بيمنع كمان وايضا يمنع الاحتكاك ده معنى الكلام طيب هنشوف تحليل هذي الجملة وركز كويس جدا معي عشان نطلع الخطأ بمنطقة البساطة لبريكانت ده طبعا السبجكت مينيمايز ده فيرب تمام كده ومش بس الفيرب ده ومش بس الفيرب ده احتوى الجملة على أكثر من فيرب ادي مينيمايز فيرب وايليمينات ايضا فيرب تمام والمفروض هنا بريفينت ايضا فيرب لذلك الخطأ هنا معانا في رقم بي دي طب ليه بقى آخر خطأ او آخر الجملة رقم دي خطأ ليه بريفينشن خطأ هقول لحضرتك لبريكانت قلنا فاعل ومينيمايز ده فيرب يعني يقلس من ذا انترو دكشن ذا وامامها وبعدها اس ما فيها مشكلة تمام وفورين ماتيريالز في صفة فورين يعني اجنبي وماتيريالز اس موصوف بتوين بين الاسطح المنزلقة مفيش مشكلة ايضا صحيحة لكن بريفينشن غلط ليه تعالى نبص بقى للتركة اللي موجودة في هذه الجملة انا عندي هنا عطف عطف على ما سبقوا طب ايه اللي سبقوا فعل اسمه يعني يمنع هنا الاحتكاك يعني تمام اه والتآكل يعني طيب يبقى الفعل موجود معايا خلاص كده وايضا فعل موجود معايا ولازم يكون الفعل موجود ايضا معايا طيب ليه انا عندي كومة هنا ما بين الفعل الاولاني اللي جاب بورا جملة كاملة ثم فعل تاني اسمه معناه يمنع يبقى لازم ايضا تستخدم فعل في جزء الثالث وهو مش تمام مفيش عطف على عشان عطف على يعني انا مش شايف هنا لكن الجملة الاولى فيها يقلص من دخول الاتربة والرطوبة اخرى وايضا يمنع التآكل كلمة هنا مش معناها فعل ده معناها التآكل يعني تمام اه او الاحتكاك بمعنى صح ثم يمنع اللي هو التآكل تمام يبقى ما تجيب ليش ناون بقى ما تجيب ليش بريفنشن اللي يمنع لأ حضرتك لازم تستبدل الناون بريفنشن بالفعل بريفنت لان تم العطف عليه باند واحنا قلنا اه في توازي قاعدة سيم ستركشور اند اسمه سيم ستركشور تمام يبقى لازم ما عطف على اند قبلها زي اللي بعدها وبناء عليه لابد ان نستبدل بريفنشن بريفنت وتصبح هذه الجملة صحيحة ونشوف نمبر فور يا شباب وهي ايضا من الجملة الرائعة جدا فاتركة بسيطة خالص هنوضحها لحضرتكم بيقول جميل جدا بيقول يوجد الاف من الانواع من الاحبار التي تستخدم من اجل صناعة الطباعة وايضا في تصنيع الاقلام ذات البلية الصغيرة والقمة التي تستخدم في عملية الكتابة ده معنى الكلام طيب تعالي تشوف فين الخطأ وفين الفيرب داخل الجملة وتحليلها ذير طبعا ده السبجكت بتاعي وار الفيرب تمام وده كله اوبجكت تمام محدش يقولي بقى يوز بقى هنا اوتوماتيك انت برمج نفسك خلاص عرفت ان يوز طالما فيه فيرب قبلها تمام يوز هنا صفة تمام التي تستخدم من اجل كل من وعندنا البرد كونجكشن ايضا لها اشارنا عليها من شوية في قولنا سابقة بوث اند ديت على طول بنقول عليها بيرد كونجكشن وتستخدم للتعبير مباني اشياء كل من كذا وكذا عطف يعني عن صناعة وطباعة الصناعة وايضا تصنيع تلقى الاقلام من اجل الكتابة هنلاقي كلمة فور رايتنغ ما فيها مشكلة فور ثم ده حرف جر ثم فير بلاس انجي تمام وكلمة in the printing industry the printing industry يعني صناعة التباعة ايضا ما فيهاش مشكلة يعني ذا ثم اسم اللي هو البر بلاس انجي واحنا قلنا ان البر بلاس انجي حاجة من اتنين يا اما صفة يا اما اسم تمام ويوزد ايضا صفة مفهش مشكلة. جزء من اللي الجزء التاني بتاعها ان. طب الخطأ فين هنا في كلمة ساوزند كايندس رمبر ايه. طب واحد يقولي ليه ما ساوزند كايندس يعني الاف الانواع. اقولك لا معلش نقف هنا شوية. هنلاقي كلمة ساوزند جمع. وكايندس جمع. ما ينفعش. لو كان قال ساوزند كايندس. كان ممكن ساوزند واحد يعني خلاها مفرد. كانت ممكن مقبولة. لكن انا هنا مضطر اضع كلمة اف داخل هذا اه او هذا بين الكلمتين ساوزند وكايندس عشان اعمل اضافة او ساوزند اوف كايندس يعني الاف من الانواع. تمام? لازم في هذا المكان. وإلا تحط ابوستروف هي اللي هي صفة الملكية اه بعد الاس تمام? او بمعنى اصح تحط اضافة عن طريق الملكية يعني تمام? يدي يدي. لكن اصح والاضق ان اقتضح حرف تقرر اف بعد كلمة ساوزند لتصبح هذه الجملة صحيح. ونشوف نمبر فايف خليك معايا اللي جاية مهم جدا بيقول اجين از ابيولوجيكال يونت اف اينفورميشن. هو دايركتس the اكتيفتي of a cell or an اورجنازم. بيقول الجينات او الجين يعني تحديدا اللي هو جزء من الخلية وبيؤثر في تكونها. از ابيولوجيكال يونت هي وحدة بيولوجية تمام? من المعلومات تمام? التي توجه نشاط خلية او عضو معين اثناء فترة حياته. دا معنى الكلام. طب تعالي نشوف تركيب الجملة وفين الخطأ في هذه الجملة. طبعا انا عندي ماين كلوز اللي هو الجزء الاول ده. تمام? دي الجملة الاساسية. لان احتويت على سبجكت اجين. ثم الفيرب ايز. وده الابجكت بتاعي. خلاص لغيت هنا. من اول هنا كده بنقول عليها ادجكتف كلوز. تمام? وخلاني نختار لها لون تاني. ادجكتف كلوز بهذا الشكل. طيب هذه الادجكتف كلوز احتوت على الرابطة هو التي لا تصحي في مكانها باي حال من الاحوال. لانك بتتكلم على جين وده يعني غير عاقل. مينفعش درمز له او نحله بمحل الرابطة هو التي تحل محل العاقل ولا يصحي مكانها في هذا المكان. طب ايه تصحيح لهذه الجملة? لانا انا استبدل الرابطة هو بالرابطة زت التي تقوم بدور فاعل غير عاقل تمام? الذي يوجه نشاط الخلية او الحضب اثناء دورة حياتها. يبقى التصحيح لهذه الجملة هو استبدال كلمته بكلمة ذات لتصبح هذه الجملة صحيح. تابع معي الجملة رقم ستة رائعة جدا وفاتركة ايضا بسيطة هنوضحها مع حضراتكم. يقول بيقول مثل المناظر الطبيعية بس بشكل مصغر. الحضاق هي الاماكن التي يمكن ان نزرع فيها النباتات من اجل المتعة وايضا تمدنا بالجمال والاسترخاء. ده معنى الكلام. طيب فين الخطأ في هذه الجملة تعالى نحلل. لايك ده حرف جر وجاي وراه الاسم المجرور. وان جره مجرور ايضا. تمام. من هنا تبدأ الجملة الاساسية. المين كلوز اللي هي الاساسية. ده السبجكت بتاعي. الفيرب بتاعي. وبدأ يشرح هنا. هي اماكن اللي ينمو فيها النباتات من اجل المتعة. هنا عطف طوى المصدر. زي طوى المصدر. ايضا عطف عليها طوى المصدر. فهي صحيح. تمام. لكن تعالى نركز جدا في الجزء ده. وخلي بالك بقى من اللي جاي ده. انا اوصل ان انا ادي له اللون ده عشان يبقى واضح جدا. بيوتي ده ناون ومعناها الجمال. واند وبعدين ريلاكسد. ريلاكسد لو افترضنا انها فعلة او صفة فهي في كلتا الحالتين خطأ. لازم اقول بيوتي اند ريلاكسيشن. يعني بمعنى صح احصل من هذا الفعل او من هذه الصفة. تمام? الاسترخاء يعني. على ناون. انا عايز هنا ناون زي ما جبت هنا ناون. يبقى المفروض فيه هنا ايضا ناون. هل ريلاكسد بهذا الشكل ناون? لا طبعا. لازم اخد منها كلمة ريلاكسيشن. يعني الاسترخاء. اما بقيت الجملة فاهمهاش اي خطأ. تصحيف فقط لازل جملة واستبدال كلمة ريلاكسد بكلمة ريلاكسيشن. ونشوف ايضا نامبر سيفن تابع معايا الكلام اللي جاي مهم والجومة اللي جاي رائعة. متخرجش من الفيديو. اللي جاي ده هيفيدك جدا. نامبر سيفن. بيقول الاعصير بتتكون من رياح عالية السرعة جدا. التي تهب بشكل دائري حول مركز للمنخفض الجوي الذي يعرف بعين العصف. تمام ده معنى الكلام تحديدا. تعال نشوف فاق فين الخطأ في هايز الجملة. هوريكنز طبعا ده السابشكت بتاعي. كونسست فرب وهو صحيح. تمام لكن حرف الجر ده بالشكل ده. هل عمرك سمعت ان كونسست بجراءات. لا طبعا ده خطأات لازم يستبدال حرف الجراءات باوف او الكونسست اوف. يعني يتكون من او يتألف من. اما كلمة ويندس فلستي ويندس يعني رياح عالية السرعة جدا. صفة التي تهب بشكل دائري. ده ظرف ايضا. ده جر ومجرور. اللي هو مركز الضغط يعني المنخفض الجوي. ونون هنا الذي يعرف بي ودي صفة تصريف تالت للفعل. التي تعرف بي عين العصفة. يبقى الخطأ الوحيد في هايز الجملة. وبسرعة كده جدا. ان انا اول كونسست اوف وليس كونسست ات. وتابع معنا الكلام اللي جاي مهم جدا هيفيدك سدقني. نوبر ايت. بيقول واحدة من اهم الحركات السياسية منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية تمام هي انتهاء او تفكك الولايات الاستعمارية او الامبراطورات الاستعمارية الى امم مستقلة او دول مستقلة دول مستقلة دول مستقلة ده معنى الكلام. طيب فين الخطأ في هذه الجملة? على طول ومباشرة بدون الخطف تفاصيل. اول ما اقول one of the most يا جماعة اول ما اشوف كلمة the most. يبقى انا عندي سوبر لاتف تفضيل تمام? ودائما كلمة the most يجو وراها الصفة. طب بص كده حضرتك. كلمة significance هنا دي adjective ولا نعون? لا طبعا دي نعون. يبقى لازم احود كلمة significance الى كلمة significant. تمام? بال t بمعنى صح? حتى احصل من هذا الاسم على الصفة. طب ليه بتحط بالضرورة صفة هنا? لان حضرتك قدامك كلمة the most التي يأتي بعدها. صفة طويلة المقطع. لتشير الى السوبر لاتف اللي هو عملية التفضيل ما بين الصفة. تمام? هو بيقول من ضمن اهم الحركات السياسية يبقى اقول the most significant political movements. ونشوف number 9 رائعة ايضا تابع. رادار can determine the direction, distance, height, and speed of objects that are too much far away for the human eye to see. بيقول جهاز الرادار يستطيع ان يحدد الاتجاه المسافة وايضا الارتفاع وايضا السرعة للاشياء التي تكون بعيدة جدا على العين البشرية لكي يتراها. ده معنى الكلام. طيب فين الخطأ? هل رادار can determine? لا طبعا. can determine ما فيه مشكلة. موضى الفيرب وجاي وراها infinitive يعني مصدر الفعل. كان والمصدر صحيح. ورادار ده subject. اوكي. وعدد مجموعة الاشياء الاتجاه. ده noun. distance. المسافة ايضا. noun. height الارتفاع. noun. يبقى اذا height ما فيه مشكلة. and speed والسرعة. كل ده nouns. يبقى and هنا. الرابطة التنسيقية and عطفت ما بينها. مجموعة من الاسماء. فايضا كلمة height ما فيهش مشكلة. جميل جدا. طيب هل فراوي هي اللي فيها مشكلة? لا طبعا. تمام? دي صفة معناها بعيد. لكن الخطأ هنا يا جماعة في كلمة match. لازم هذه الكلمة تحزف تماما. لان ما ينفعش التركيبة دي تاخد match ولا ميني كمان. ميني فراوي. انا عندي معناها جدا. ودي تعتبر الظرف يعني درجة جدا الى حد ما. تمام? يعني انت حنحط صفتين واربعات. match صفة وفراوي صفة. مار شئيس هذا الفراوي البعد بماتش ولا ميني. ما ينفعش لاستخدم لا ماتش ولا ميني. لابد ان تحزف لانت سبقها وعندي فراوي. فقلت فراوي فقط بدون اي اضافات. ده ستصحيح لرقم تسعة. ونشوف نمبر تن. ولو وصلت معنا لهذه الجملة. حضركم من رائعين جدا والمتابعين الجايدين لقناة سمارت انجليش. يلا بينا نشوف هذه الجملة. يقول استابلشينج اوتسا مني بوليس. من سوتا. ان ناينتين سيفنتي سكس. ده من سوتا ذالي ناشونال وايلد لايف ريفاك كونتين مور دان ناين ساوزان اكريس بيقول يا شباب تم تأسيس محمية آآ آآ وادي من ستوتا الوطنية في عام الفتسعمائة ستة وسبعين التي تحتوي على اكثر من تسعة تلاف فدان من الغابات والبراري والمستنقعات وايضا البحيرات ده معنى الكلمة. فين الخطأ في هذه الجملة؟ تعالي نشوف مع بعض. طيب خلينا بس من هذا الجزء الاولاني الجملة دي نسيبها شوية دلوقتي تمام تحديدا كده يعني على اساس نفات ريكة هنا موجودة ونشوف هنا كل ده السبجكت بتاعي كل اللي حضرك شايفو ده السبجكت اللي هو الفاعل طيب فين الفيرب كونتينز صحيح؟ ايوه الفعل مفرد حضرك بتكلم عن محمية طبيعية تمام؟ يبقى فعل مفرد كونتينز فعل صحيح فيه اس المفرد الغالي مور ذان دايما مور بتتبع بزان فهي صحيحة ايضا طيب لو جينا بقى الكلمة لكس هل فيها خطأ؟ لا مفيهش واحد يقول ليه اقول ليه لان فيه موجودة ان ودي بتربط ما قبلها شبه اللي بعدها هنا اه قاعد يكرر بيقول الغابات وايضا البراري تمام والمستنقعات والبحيرات كلام كله جمع دي اسماء جمع كلها فهي صحيحة لكن الخطأ في رقم ايه شباب هنا في هذه الجملة تحديدا طب ليه في رقم ايه خطأ هنا لان حضرتك كلمة بالشكل ده خطأ طيب اعدلها ازاي اقول استابلشد تبقى صفة يا شباب تصريف تالت للفعل طيب واحد يوضح لان الكلام ده مهم جدا هو ده اللي بيلاخبط الناس يخش الاختبار يقول لا انا حلت كزا ويتفاجئ في الاخر ان الاجابة بتاعته مكادش مزبوطة فاركز كواس جدا ده انقاذ جملة وصفية احنا بمعنى اصح هننقل هذه الجملة بعد هذه الجملة هنا في المكان ده كده تمام هنقول يعني ناخد هذه الجملة كده طب واحد يقول لي راحت فين تمام الذي اسسها يعني تمام اقول له حزفت واستخدمنا التي اسست انقاس الجملة الوصفية حسف الرابطة الوصفية ثم ذربته بيه ووضع وضع التصريف التالت اذا كنت حضرات بتتكلم على صفة تصريف مفعول هتحط تصريف تالت للفعل واذا بتتكلم على صفة تصريف فاعل هتحط الفيرب طيب هي التي اسست نفسها احط الفيرب زي ما تشايف في الجملة كده خطأ لا تم تأسيسها اي وقع عليها فعل التأسيس يبقى نستخدم صيغة صيغة فيبقى فيه تصريف تالت لازم اقول بدلا من بتمنى يا شباب انك تكون استفدت لو حابب تاخد الكرسي معنا بهذا الشكل اتواصل معي على الواتساب ارد عليك حالا وبتمنى لكم التوفيق في اختبار التويفل سواء لكل المتابعين موجودين معنا على القناة وبتمنى من حضراتكم في نهاية الفيديو لو شايف انك استفدت من هذا الفيديو اه اضر مجهودنا وتعبنا في اه الشرح والتنقيح وتصحيح الجمل وتعديلها تريد تعمل لنا شيء لطيفة من حضرتك كده اه كل الدعم من حضراتكم بيه اثر جدا علينا فانت يكون دعم ايجابي بشكرك جدا بتمنى لكم التوفيق اشكرك في الفيديو القادم ان شاء الله تحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة